الهيئة انا من الناس اللي بتحب مصطفى شوبر جدا لاني بحب كابتن شوبر جدا خلي بال حضراتكم والكل يعلم هذه العلاقة فالفترة اللي فاتت مصطفى شوبر انا بشوف ان مصطفى ومن وهو صغير لغاية لما كبر يمكن عد علي وشفته كتير فانا بشوفه من الحراس المرمى المتميزين ولكن دايما كانت فيه نغمة ابناء العاملين كان يتقال كده ابناء العاملين ايه رأي حضراتكم في هذه النغمة دلوقتي كلام ده احنا بنقوله من زمان بيننا وبين بعض لكن ما بنطلعش نقوله على الشاشة ليه ما بطلعش نقوله على الشاشة يقولك يعني ما هو برضو الناس تقول ان انت بتطبل الكابتن شوبر مثلا على رغم من ما هو في حد بيطبل او بيبقى بيعرض نفسه لانتقاد مثلا يعني عشان خطر حد طبعا لا لكن مصطفى شوبر استحق تحية مئة الف متفرج من او مئة الف مشجع اهلاوي يوم المباراة مصطفى شوبر شال كورا هي اللي غيرت نتيجة المباراة انا ليه بتكلم على مصطفى لانه مصطفى يستحق ان احنا نتكلم عنه يستحق ان احنا نقول انه انا عارف الفترة اللي فاتت مصطفى كان بيقاسي ازاي لضغوط معينة او عليه ضغوط معينة بسبب ان والده اسمه احمد شبير نجم كبير كان موجود في النادي الاهلي ولكن مصطفى يستحق كل التحية يستحق كل التقدير خلانا نبقى مبسوطين وسعداء بالشكل اللي احنا لما كنت بسمع كابتن احمد ناجي ولما كنت بسمع كابتن طارق سليمان ولما كنت بسمع كل المديرين الفنيين او مدربة حراس المرمة اللي كانوا موجودين وبيتكلموا يقولوا احنا عندنا شناوي كويس وعندنا مصطفى شبير كويس وعندنا علي لطفي كويس كنت ببقى متأكد من هذا الكلام ومتأكد زي ما قلت لحضراتكم ان ما فيش حد حيطلع يطبل او يعني يعرض نفسه للانتقاد عشان قطر حد فكنت متأكد من الكلام اللي بيتقال الكلام ده بيثبت يوم بعد يوم بيثبت ان احنا عندنا حراسة المرمة الحمد لله بكل خير وانا تذكر في هذا المكان لحضراتكم شايفينه دايما بنعمله هنا كان الكابتن احمد ناجي قاعد على الكنبة دي وانا قاعد على الكرسي ده وسألته وقال لي يا اسلام لما كان الشناوي في اسوأ حلاسة خلي بالحضراتكم قال لي الشناوي جن مصر الاول مصطفى شوبير جن مصر الاول علي نطفي جن مصر الاول هنا هو على الكرسي ده فانا الحقيقة النهاردة لازم اشكر كل اللي خلى مصطفى يبقى متواجد وبهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه دي مباراة في الدوري لان التانية ما لناش حقوق اخر مباراة في الدوري فالحقيقة مصطفى يستحق كل التحية ويستحق كل التقدير ولكن اللي جاية اصعب يا درش اللي جاية اصعب هتغلط هنقول ان انت غلط هتغلط هنقول ان انت غلط فلازم تمشي على يعني لازم تمشي كويس خلال الفترة اللي جاية زي ما انت لان هذا هو اداء حراس مرمى النادي الاهلي علي لطفي لما بيلعب ولناله نفس الكلام وطلع نبي السامة لانه يستحق الشناوي طلع نبي السامة ولما بيبقى وحش بنقول ان هو بيبقى وحش ولكن ثقتنا في التلت حراس مرمى بتوعنا بقت قد كده بقت كبيرة جدا هي مزاقية طول عمرها كده وكل يوم بتجبر يوم عن التاني انا بس حبيت ادي مصطفى حقه لانه ظلمة كثيرا بسبب انه اسمه مصطفى شبير بس يعني لو كان اسمه مصطفى اي مصطفى اي حاجة تانية غير شبير ما كانش حد هيقول ابناء والكلام اللي حضراتكو دايما بتسمعوه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي